تنتشر النفايات بشكل غير مسبوق في كاركوك متخذة من الفضاءات الفارغة مقراً لتكتلاتها مواطنون قالوا لمراسلنا مهند التميمي إن من واجب المجلس المحلية التحرك بأسرع وقت ممكن لتقديم الخدمات الغائبة على المحافظة لكل مشروع خطته للاستدامة إلا مشروع النظافة في كاركوك فاستدامتها تتجلى في تكديس النفايات في معظم مناطقها مشهد اعتادت عليه الناس للحد الذي بات منظراً طبيعياً هذا السياج ما موجود في العالم تجيذب النفايات كلها هنا يتمت صارت عدد شبير تجيب البلدية يش يسوي تحفر تدفع شوية لغا تحفر تدفع لما صارت هذه النقرة صارت كانت قاعدة صارت نقرة لأن شي سوي بس يدفع حلي ورا التمت هاي الناس تحركها الصريحة قوية هاي ذا الدبان تكرام الدود البيق ماكو بالليل ما تقدر توقف هنا اي دقائق يعني انت ليش مثلا تجي ذبه هنا الضر غيره كاجيارين وناس كبار في السن يعني اكثر من مرة احترقت وجدت الأطفاء صار دخن وهناه بالمنطقة وناس بيهاربوا الدول المستشفيات ويا الله نعاني من هذه المشكلة ويا رات يعني اي من يسمع صوتنا المن المسؤولين كاركوك وادارة كاركوك ان يحلونا هذا الموضوع وردا على مخاوف المواطنين من استفحال هذه الظاهرة التي عكست مظهرا سلبيا على جمالية المدينة مختصون اكدوا ان تخصيصات بلدية كاركوك تدنت الى مستويات كبيرة تكاد لا تغطي افسط النفقات مؤكدين ان جانب الاستثمار سيلعب دورا كبيرا في تغيير الحال كانت هناك تخصيصات مالية كبيرة لامور التنظيفات داخل مدينة كاركوك كانت اكثر من مليار ومئتين مليون شهريا ووصل لبنا الحال بعد زائعة كورونا الى مئتين مليون في شهر الواحد ووصل لبنا الحال قبل عدة اشهر الى خمسة وخمسين مليون فقط تمت احالة الصوب الكبير الى شركة اهلية متعاقدة حسب كتاب محافظة كاركوك بالتنفيذ امانة وهنا تكون جلسة مجلس محافظة كاركوك واجبة الانعقاد ليقدم خدماته التي انتخب من اجلها وبحسب مراقبين فانها تعطيه الشرعية لتسلم تخصيصات المدينة من الموازنة العامة وعكس الاموال على الصالح العام من كاركوك ماندة ميمين قناة الرابعة اشتركوا في القناة